هند محمد صابر سيدة من مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار أصيبت بإعاقة كبيرة خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش فباتت لا حول لها ولا قوة هند بوترت ساقها وقطعت بعض أصابع يدها تركها زوجها ولديها أطفال كل تلك الآلام فقمها قرار حكومي أوقف راتبها الذي يعد مصدر دعمها وأطفالها الوحيد عن المصابة هند محمد فاضل من مجموعة 4500 قطع راتبي معاملت صار لها 10 أشهر متوقف راتبي وكنت قبل أستلم راتب والحمد الله والشكر وما عندي غير الله وهالراتب المعين إليه وليساعدني على عيشة أولادي وعلاجي وارجو منكم ساعدوني الله يخليكم يعني لازم تلقول صورة حد هند وأفراد عائلتها المكلومة بالكثير من الأوجع يناشدون الجهات الحكومية المسؤولة عن رعايتها كذا حالات بتقديم الدعم اللازم لهم الذي يوفر لهم حياة كريمة ويناشدون الجهات المسؤولة عن قطع راتبها السند اليتيم لها بإعادته للعائلة التي لا تقوى على العيش بدونه عمي أنا والد المصابة هند محمد فاضل اللي صابت وصار عندها بتر بالأحداث عمي الله يحفظكم إن شاء الله فالناشد الطيبين مدير التقاعد مدير الهيئة الناشد كل طيب وكل مسؤول هاي البنية تسعة تشهر بدون راتب وعدها أطفال وعدها أولاد وأني أبوها الرجال عاجز ومريض وتعبان فأني بلوا بكم وإلى أن يعود الراتب إلى هند ويخفف القليل من مآسيها التي تعيشها منذ سنوات بعد أن كانت ضحية ودفعت غاليا ضريبة العمليات العسكرية في الرمادي تبقى هند بحاجة إلى الكثير من الدعم والمساندة وتبقى مناشداتها وصرخاتها وعائلتها برسم القيم الإنسانية ترجمة نانسي قنقر